اشتركوا في القناة المركبات العضوية عن طريق عدد ونوع الزرات اه دي حقيقة طيب انت عاش الاختصاد في مجالات متعددة اه لان حضرنا مركبات عضوية كتير جدا بتستخدم في مجالات متعددة امكانية انتاج الدهون خارج جسم الحيوان اه هل انتاج العديد من المركبات التي لا تحتوي على عنصر الكاربون لا مالوش علاقة اصلا ها بالعضوية ايه بقى الاجابة دا من النتائج المترتبة على تجربة فوهلار بالنسبة لهذا المركب اه اولا بعد فوهلار قلنا اه اصبح التعرف على المركب العضوي يعتمد على ايه على بنيته التركبية طب سمي بحمض الخليك لان مصدره الخلق اكيد لا سمي حمض الايه ثانويك بناء على تركيب الجزيء اه طيب بعد كده عندنا عندنا سؤال رقم كام سؤال رقم اربعة بيقول لنا الزيت مركب درجة غليانه ها الزيت مركب درجة غليانه مالها منخفضة وقابل للاشتعال لذا فانه يزوف البنزين ولا ومحلوله موصل جيد قلنا المركبات العضوية لا توصل الطيار الكهرابي يبقى دي غلط طيب يزوف الماء ومحلوله لا يحتوي على ايونات لا لا يزوف الماء اصلا لا يزوف البنزين لا بيدوب لا يزوف الماء ولا يوصل الطيار اه تمام طيب مركب اليوريا مركب عضوي يحتوي على غرات العناصر الاتية ها لذا نجد ان اولا اليوريا كلنا عارفين ان صغته كده سي او ان كده ها اتش كده واتش كده ان كده ها اتش كده واتش كده طيب الاجابة هتبقى جيم ترتبط في كل زرة كربون بزرة نايتروجين وزرة اكسوجين اهمية اكسيد النحاس في تجربة الكشف عن المادة العضوية قلنا اولا انا عندي النحاس عبارة عن سي او هنا مع اتش مثلا اهو في المادة العضوية كان بيدينا سي او زائد اتش تو او صح اه لو ركزت سيادتك معايا شوية هتلاقي ان حاس هنا كان موجب اتنين بقى صفر حصل له عملية اختزال اه يبقى هو كده عامل مؤكسد بأكسد الهايدروجين والكربون يبقى مادة مؤكسدة لمكونات المادة العضوية بالاستعانة بقطعة البلاستيك يمكننا الحصول على كربونات كالسيوم كالتالي اولا لما يقول قطعة بلاستيك يبقى يقصد بها كربون وهيدروجين مادة عضوية تمام طب بيقولك لما انسخن عايزة اجيب منها ايه ها كاربونات كالسيوم طب كاربونات كالسيوم ل Io علاقة مع ماء الجير يبقى انا محتاجة اجيب منها السنيوكسيد الكربون عشان افعله معهاها هيدروكسيد الكالسيوم اللي هو ماء الجير عشان يطلع ليчи اي في اسي او سري اللي هو كربونات الكالسيوم طب اجيب سي او طو من المادة العضوية socialide لو انت سخنت المادة العضوية مع اكسيد النحاس هتطلع لك سانيكسيد الكربون تمرره على ماء الجير يديك ايه كربونات الكاليسي من الاجابة جيم طيب سؤال رقم كان بعد كده يلا يا جماعة معايا سؤال رقم تمانية بيقول لسيادتك عند الكشف عن الكربون والهايدروجين في المادة العضوية اللي بيحصل عند الكشف عن الكربون والهايدروجين فان اكسيد النحاس للسائلين حالا يقوم بدور الايه العامل المؤكسد ماشي طيب بعد كده عندنا بيقول لسيادتك الصيغة اي ان بي ام ها سي تمثل صيغة جزيئية لعدة مركبات عضوية حيثو ها الام بتسوي ستة الام بتسوي كام ستة ماشي طيب الام بتسوي ستة يبقى البي ستة والايتنين يبقى ايتنين بي سكس سي خلي بالكم اللي هو سي تو اتش سكس او اللي هو بتاع الكوحر اي سي وايسرس هنا الميسائل طيب هنا هتلاقي بص الإجابة جيم ايش معنى عشان اعدي هنا كده اي تو ها بي سري ها سي هنا برضو اي تو بي سكس اه بي ام انا اسب بي سكس اه ها سي طب مش دي هي دي اه وهي هي الصيغة الاسسية اه يبقى لإجابة جيم طيب بيقول لي اي مما يأتي صحيح بالنسبة للصيغة الجزيئية سي تو اتش فور اوتو اولا سي تو اتش فور اوتو لها ايزوميران اه لها ايزوميران ويتفقان في درجة الغليان لا طيب لها ايزوميران ويتفقان في الخاصة الكيميائية لا احنا قلنا الايزوميران بيختلف في الخاصة الكيميائية والاية والفزيائية لها ايزوميران ها سي اتش سري سي او اتش و اتش سي او او سي اتش سري ويختلفان في الخاصة الكيميائية والفزيائية لاني ده هناخد بعد كده في العضوان ده استر وده حمض يبقى لجابة دال طيب سؤال رقم عشرة بعد كده يلا يا جماعة رقم حداشر قصدي ها بيقول ما صيغة ايون السيانات سي ان او ماشي هادي سي ان او سالب واحد خلي بالك طيب عند تسخين خليط من سيانات البوتاسيوم وكلوريد الامونيوميات تج مركب خلي بالك تسخين يبقى هيطلع اليوريا فين اليوريا اهاي ماشي ايا من المركبات الاتية ها يعتبر حلقي غير متجانس حلقي غير متجانس طب ده مش حلقي ده حلقي وده حلقي ده مش حلقي طب غير متجانس يعني مش كله كربون ده متجانس ها لان اركان الحلقة كلها ايه كربون يبقى لجابة بي لان فيه زر غير الكربون اللي هي الاو الصيغة الجزائية المركب المقابل هي ماشي هنعمل حاجة بسيطة جدا ده كده اصله كده ها كده ركز معي الله يرضى على والديك هنا سي اتش سري وهنا سي اتش سري يا حبيبي طب لما تلاقي حلقتين بنزين ربطين في بعض كده بنحط هنا ربطة سونقية ماشي طب اصبح هنا ربطة وهنا ربطة تمام تمام وهنا ربطة وهنا ايه ربطة تمام طيب ركز معي كده اول لما تجد عد زرات الكربون هنا واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر احداشر اتناشر يبقى السي اتناشر طب الاتش كام واحد اتنين تلاتة اربعة هنا مفيش ليه مفيش يا مستر عشان سيادتك لو حطيت بص هنا كده السي دي كده ادي واحد اتنين تلاتة اربعة مش محتاجة اتشات تاني هنا محتاجة اتشات تاني لأ اربع روابط برضو طب هنا نفس العينة نفس الفكرة سي اهي سي ها ربنا يهديد ها طب هنا كده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة وستة يبقى اتناشر تبقى السيغة سي اتناشر اتش اتناشر من ازواج المركبات التالية يعتبر من المشابهات الجزائية قلنا قبل كده خمسين مرة الحتة دي اجمع يا جماعة حتستيغل جزائية لكل المركبات هتلاقي اللي اتنين دول زي بعض اللي هما سي تو اتش فور او تو هي هي لما تيجي تجمع دول او تجمع دول مع بعض هتلم سي تو اتش فور او تو جات مينين يا مستر بصي حبيبي هنا كم سي اتنين كم اتش اربعة كم او اتنين هنا سي تو اتش فور برضو او تو يبقى هي دي طيب السؤال رقم ستاشر معي يلا انت هو كده عندك في كتابك بيقول لنا ايه امامك خمس صياغ مركبات هيدرو كربونية ماشي وبعدين بيقول لسيادتك ما الارقام التي تعبر عن نفس المركب خلي بالسيادتك نفس المركب ما يقصدش ايزوميرات عشان الايزوميرات بتبقى مختلفة في الاسم هو هنا يقصد نفس الاسم اولا سيادتك لما تبص هنا هتلاقي السلسلة دي ماشي كده اهي 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 ماشي طب دي كده ماشي زي اهي بس هنا الربطة في النص هنا الربطة يبقى دي ما تنفعش ماشي طب هنا دي ماشي كده اهي 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 هتلاقيها ايه اربعة يبقى واحد وثلاثة واربعة هيدوك نفس المركب ولما ناخد الالكين هقولك ان هو اسمه واحد بيوتين تمام هنفسر دي اكتر يا جماعة لما ناخد الالكينات طيب سؤال رقم سبعتاشر يقول لنا عند امرار عند امرار بخاري الماء على برادة الحديد المسخنة لدرجة الاحمرار وايه وامرار الناتج الغاز الناتج على مسحوق اكسيد نحاس ونائي ماشي واحدة واحدة معي يلا يرضى على ولدك كده يلا هو يقول لك مررنا بخاري الماء على برادة حديد حديد مع بخار مية يدي اف اسري اوفور وهيدوجين ماشي طيب وبعد كده امرار الغاز الناتج اللي هو اتشي تو على ايه اكسيد نحاس سي و او زائد اتشي تو ها هيدي ايه هيدي سي يو او ها هيدي قصد السي يو زائد ايه ها اتشي تو او بخار مية ماشي يبقى الغازات اللي طلعت معي غاز هايدروجين ها بخار مية نحاس سترسب اه اف اسري يقوفو مادة صلبة اللي هي اكسيد حيد مغناطيسي اي من المواد الاتية لا تنتج من التفاعلين السابقين اولا نحاس هينتج اه اكسيد حيد مغناطيسي هينتج بخار مية هينتج يبقى الاكسوجين لانه مش هينتج معي ما النسبة المئوية للكربون في المركب العطوي الذي يحترق اثنين من عشر جرام منه تماما في وفرة من غاز الاكسوجين مكونة اربعة واربعين من مية جرام من غاز ثاني اكسيد كربون اولا العينة من المركب من المادة العضوية كلها اثنين من عشر جرام دي العينة اللي احنا هنحتاجها في الاخر نجيب منها النسبة طلعتلي سانيكسيد كربون كام اربعة واربعين من مية جرام طب مش هي العينة فيها كربون اه لما تتحرق كلها مش كل الكربون اللي فيها يتحرق ويتحول لسانيكسيد كربون اه فعلا يبقى في الحالة دي هنقول سي او تو في كام سي سي واحدة طب اللي اربعة واربعين من مية جرام من ده فيهم كام جرام من الكربون تقول يا مستر مش المول من ده باربعة واربعين اه اربعة واربعين ده بكام باثناشر هات سيادتك يلا بسرعة معايا السين هتطلع اتناشر في اربعة واربعين من مية على اربعة واربعين هتطلع باثناشر من مية جرام يبقى كتلة الكربون اللي طلعت من المادة العضوية دي 12 من 100 جرام طب هي المادة العضوية كام أصلا 2 من 10 كل 2 من 10 جرام من المركب فيهم 12 من 100 يبقى نسبة الكربون كام اقسم 12 من 100 على ال 2 من 10 واضرب في 100 هتطلع مع سيادتك 60 في المية وخلي بالك يا جماعة السؤال ده رابط الباب التاني بالباب العضوية الهايدروكربون الذي صغطه الجزائية C20H40 خلي بالك 20H40 يعني CNH2N طب ما هو ده يا مستر يا ألكين يا ألكان حلقي هل هو حدد هنا ألكان حلقي لا هو قالك ألكين طيب ليه ما أقولش هيدروكربون مشبع لأنه لو هيدروكربون مشبع ممكن يكون ألكان والألكان بينطبقش على الكلام ده تمام تمام السؤال رقم كان بعد كده يا جماعة يلا رقم 20 السؤال رقم 20 بيقول لنا دي أسئلة يا جماعة على الباب الأول الصيغة العامة للتوزيع الإلكتروني ها للعناصر الانتقالية الرئيسية هي كلنا عارفين ان اس ومن واحد لاثنين ان ناقص واحد دي من واحد لأربعتاشر اللي هي الإجابة بي ماشي قصدي من واحد لعشر ان اس من واحد لاثنين ان ناقص واحد دي من واحد لكام لعشر تركيب الإلكتروني عناصر العمود قبل الأخير خلي بالسيادتك بيبقى اس لو فاكرين لما قلنا النحاس فور اس وان ثري دي كام تن يبقى اس وان ها ان ناقص واحد دي كام دي تن يبقى ان اس واحد ان ناقص واحد دي كام عشرة ماشي العناصر العصر الذي توزيع الإلكتروني افا 14 نفض لها يبقى اخر إلكترون داخل في الدي يبقى انتقالي رئيسي سلسلة كان بقى فايف دي سلسلة تلتة ماشي كل مما يأتي من خصائص التيتانيوم عادة يتحد مع الاكسوجين مكونا المركبات دي اه يجمع بين الصلابة والكسافة المنخفضة اه فعلا كسافته قليلة وصلابته عالية عشان كده يستخدم في الطائرات والمركبات الفضائية درجة انصهره اقل لا ازاي صلابته عالية درجة انصهره اقل من درجة انصهر الألمونيوم لا يبقى معدجي طيب السؤال رقم 24 بيقول لي سيادتك بيقول لي سيادتك ايه جدول بسيط جدا اه بقول لك من مركبات المنجنيز المعروفة MnO2 و MnKmO4 و MnS0 قبل ما كمل MnO2 ده مادة مؤكسيدة في العمود الجاف KmO4 مادة مؤكسيدة ومطهرة MnS0 مبيد للفطرية طيب لو ركزت كده امسك واحد منهم كده MnO2 ده لا يبقى الاختيار الف لا لان هو مش مجابة اتنين هو مجابة اربعة هنا طيب ما هو مجابة اربعة يبقى دال اه طيب كمل يا مستر للاخر هل يستخدم في الاختزال لا ده هو عمل مؤكسد يبقى احنا كده طيرنا اتنين طيب مستر عايز اتأكد من اللي بعده كده يضاف الى احواض الاسماك لمجافحة التفايلوية احنا قلنا دي مادنة مطهرة صح طيب يبقى ده مبيد للفطريات اه 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 مبيد حشرة ومبيد للفطريات اه اه يبقى الاجابة ده لا طيب السؤال رقم السؤال رقم كام خمسة وعشرين بيقول لي سيادتك اي من المعادلات الاتية هاه مالو بقى بتعبر عن عملية فيشر ووتروبش هي عملية فيشر ووتروبش دي بتقول ايه بنحوول الغاز المائي الى وقود سائل غاز مائي اللي هو سي او ويتشيتو ماشى اليه وقود سائل وقلتلكه في الباب الاول يا جماعة وقود سائل يعني هيدركبون وسائل اعتقد كلنا بقى خلنا الهيدركربونات المشبعة السائلة دلوقت صح الهيدركبونت المشبعة يعني سي اند هاه اتش اتنين اند زائد كام زائد اتنين لكن يجب أن يكون مالكي وهذا الغاز المائي كويس أولاً هذا ليس غاز مائي هذا ليس هيدروكاربون أو هذا هيدروكاربون يبقى هذا غلط و هذا غلط يبقى الإختيار من دور كده بره هذا غاز مائي يتحول لوقود فعلا غاز هيدروكاربون وهو الإيثان لكن هذا غاز يبقى هذا ما ينفعش لأنه يريد أن يسائل يبقى الإجابة دي لأنه سين اتش اتنين ان الزائدة اتنين وجنبها المشي أي من الاختيارات الاتية تمثل خصائص الفلز الأكثر ملأمة لصناعة هيكل السيارة هيكل السيارات بتحتاج إيه؟ بتحتاج صلابة عالية صلابة إيه؟ عالية متانة وقوة مقاومة تآكل حاجات دي كلها طيب الكسافة مرتفعة المتانة والقوة مرتفعة مقاومة التآكل منخفضة لا طيب مقاومة التآكل تعال بسرعة عليها كده مرتفعة يبقى يدى يدى يبقى ده بره وده بره ماشي طيب ايه كمان؟ قال لي الكسافة منخفضة ومقاومة المتانة والقوة هل ينفع نعمل عربية من حاجة متانتها ضعيفة قوتها ضعيفة؟ لا يبقى دي لأ عبردو يبقى الإجابة ايه؟ طيب ما المادتين المستخدمتين كمبيد للفطريات؟ احنا عندنا في الباب الأول سي و اس او فور كابلاتنا حاسه نائي ها؟ ويه كمان؟ وم ان اس او فور الإجابة دي طيب طيب اذا كان التوزيع لتروني لآيون المنجنيز M لآيون M موجب ثلاثة هو ثري دي فايف أرجون ثمانتاشر ثري دي فايف فإن العدد الزري لهذا العنصر الانتقال M هو نقط اولا لما تيجي توزع هتلاقي أرجون ثمانتاشر ها؟ فور اس ثري دي هو بيقولك آيون موجب ثلاثة صح؟ اه لما نجي نرجعهم تاني ها؟ هو كان في خمسة رجعناهم تاني رجعنا هنا اثنين وهنا واحد بقى ستة يبقى العدد الزري بتاعه كام؟ طمانتاشر واثنين عشرين وستة ستة وعشرين طيب السؤال رقم السؤال رقم تسعة وعشرين يقول لي سيادتك الآيونات التي ها لها التركيب الالكتروني ثري دي فور ثري دي ايه؟ فور ملهبة يا مستر صلي عندها بي حاجة ثري دي فور هم؟ طيب هي ايه؟ كلنا فاكرين الحديد مجاب ثلاثة؟ لا يا مستر حديد مجاب اتنين؟ لا برده يا مستر يبقى الحديد من بره الحديد ايه؟ بره اه يبقى الاختيار ده كده بره وده بره ماشي طيب منجنيز مجاب اتنين؟ لا المنجنيز كام؟ المنجنيز اصلا خمسة وعشرين فور اس تو ثري دي فايف لو قلت مجاب اتنين يبقى ثري دي فايف ماينفعش طيب منجنيز مجاب ثلاثة ا تنفع كوروم اربعة وعشرين اه واحد خمسة فقط اتنين واحد اربعة يبقى الاجابة دال ايه سي الايونات التي لها التركيب الالكتروني 3D6 اه 3D6 ممكن نلاقي حديد اتنين اه حديد اتنين وايه كمان؟ وكوبالت ها مجاب ثلاثة اللي بعده على طول اه يبقى حديد اتنين وكوبالت مجاب ثلاثة اه التوزيع الالكتروني لايون النحاسي ومجاب اتنين هو النحاس كام فور اس ثري دي واحد عشرة صح؟ لما يبقى مجاب اتنين يبقى فقط واحد من هنا واحد من هنا بقى تسعة يبقى اللي هو فور اس زير ثري دي ناين يعني البي الايون ايه تركيبه الالكتروني 3D5 بينما الايون بي تركيبه الالكتروني ها هو ارجون 18 ثري دي كام فور اس زير ثري دي كام ها فور ماشي طيب انا عايز ثري دي ها فايف وثري دي فور طيب تعال بص معي الله كده اولا ده الايه وده البي ده الايه ها وده البي ماشي الثري دي فايف عندي حديد مجاب ثلاثة صح يبقى الكروم مجاب اتنين عندما يحتوي المستوى الفرعي دي على ثمن الكترونات وزعت ثمن الكترونات في خمس اوربيتالات عشرة ناقص ثمانية كام اتنين يبقى اتنين هيتبقى عندك اتنين مفردين ماشي طيب سؤال رقم ها اربعة وثلاثين ايا مما يلي يمثل توزير اكتروني لأحد ايونات العناصر الانتقالية كلنا يا جماعة عارفين ان طالما بقول ايون عنصر انتقالي يبقى انا عند الاس بصفر او مش موجودة هتشيلها خلاص اصبح ثري دي كام اتنين يبقى الإجابة عندنا هتبقى دي ماشي تتروح عدد التأكسد على ناصر السلسل المدخلية الاولى ما بينه كلنا عارفين ان حاسب دي موجب واحد وعندنا الحد موجب سبعة يبقى موجب واحد لموجب سبعة عند الانتقال من المجموعة سري بي الى المجموعة سيفن بي بالجدول الدوري فان اقصى حالات تأكسد اولا من سري بي لحد سيفن بي اقصى حالة كانت موجب ثلاثة في السري بي لحد ما وصلنا لموجب كام سبعة ده امتى لما بيفقد الان اس والان ناقص واحد دي كلها يبقى الإجابة ان اس ان ناقص واحد ايه دي طيب سؤال رقم سبعة و تلع عدد زرات الهايدرجين في الالكان الذي يحتوي على خمس زرات كربون هو الكان صح اه يعني سي ان اتش 2ن زائد 2 اه 2 في 5 به عشرة و 2ه 12 يبقى الهايدرجين 12 الالكان اللي بيحتوي على 14 زره هايدرجين يعني 2ن زائد 2 بتساوي 14 يعني 2ن بيتساوي 12 يبقى الان بتساوي 6 يبعد زرارة الكربون 6 طيب تحتوي جميع المركبات العضوية على عنصر الكربون المركب العضوي الذي ينتج من تسخين محلول ماء ينتج عضوي وينتج من تسخين يبقى يوريا العالم الذي قام بتحضير أول مركب عضوي في المعمل هو مين؟ عمنا فهلر أول مركب عضوي تم تحضيره في المعمل طبعا من المركبات غير عضوية هو اليوريا المركبات العضوية هي مركبات عنصر الكربون باستثناء مركبات الكسيد الكربون أملاح الكربونات أملاح السيانيد يبقى إيه دال جميع ما سبق طيب سؤال بعد كده رقم 44 بيقول لسيادتك يلا معايا كده بسم الله سؤال رقم 44 بيقول لسيادتك إيه يلا الكين يحتوي على الكين ها يحتوي على على إيه بقى عشر زرات كربون طيب الكين سي ان اتش اتنين ان ماشي بيحتوي على كم زرات كربون ها عشر زرات كربون يبقى سي عشرة اتش ها عشرين يبقى الكين يحتوي على عشر زرات كربون يكون عدد زرات الهايدروجين في عشرين الألكان اللي بيحتوي على 4 زرات كربون تكون صيغة الجزائية C4 H10 لأنه هو ألكان مش ألكين يبقى H10 C4 H10 أي من أزواج العناصر التي تتميز بأكثر من حالة تأكسد الخرصين قلنا لأ السكان ديان برضو لأ المنجنيز A ممكن يبقى الإجابة إيه؟ منجنيز وديتانيوم الخرصين لأ ترجمة نانسي قنقر